اشتركوا في القناة الحكومي انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به القيادات الحكومية في القطاع العام ايمانا من الحكومة بان كل موظف هو قائد في منظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين جاءت هذه المحاضرة التي تأتي ضمن البرنامج الوطني من اجل تطوير القيادات الحكومية ايهم مرة او مرتين في السنة او اكثر اتكلم حول برنامج عمل الحكومة او حول تحسين اداء الجهاز الحكومي او دور الحكومة او دورها بالشراكة مع القطاع الخاص او دورها في تنفيذ الخدمات العامة انما هي كلها تدور حول برنامج عمل الحكومة وكيف يعد وكيف ينفذ وكيف يقاس وما يتحقق منه لقاء تضمن عرضا تفصيليا للدور الذي تقوم به مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برنامج الحكومة والاليات المتبعة لتنفيذ البرنامج والعلاقة التي تربط برنامج الحكومة برؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين السابق كانت الدولة تضع برنامجها بحيث تشوف الاحتياجات اليوم في عناصر كثيرة منها خطاب جلالة المالكة الله يحفظها منها الملتقى الحكومي ومخرجات تدخل برنامج عمل الحكومة حتى شكل برنامج عمل الحكومة 2019-2022 تغير بالكامل يحقق طموحاتنا يقيص رضا المواطن بشكل كبير لارتباط وثيق جدا في أهداف التنمية المستدامة اللي هي الحين ترند موجود في القطاع الحكومي في أننا نجدون نتلاقى مع المجتمع الدولي في تحقيق هاي الأهداف تعرفنا اليوم على برنامج عمل الحكومة من العرض اللي قدمه سعادة السيدة محمد المضوة وبرنامج قيادات أيضا عرفنا وعطاننا فرصة أن نقابل الوزراء بشكل مباشر من خلالها استفادنا منهم خبراتهم وأهدافهم اللي قدرنا منها أن نحط أهدافنا ومبادراتنا إحنا كإدارة وسطة في الهيئات والوزارات اللي نعمل فيها معهد الإدارة العامة بيبة وعبر برنامج قيادات يسعى إلى إعداد قيادات حكومية وطنية قادرة على وضع رؤى واستراتيجيات حكومية تتوافق مع تطلعات المملكة التي اتخذت من رضى المواطن هدفا أساسيا من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة برنامج يضع لبنة أخرى في صرح هذا الوطن إذ تعد القيادات الحكومية رأس المال البشري والمحرك الرئيسية لبرنامج الحكومة لتلفزيون البحرين صالح يوسف